إذن الاكتئاب هو عبارة عن مسبباتك كثيرة حقيقة الدكتور جداً عن مسبباتك كثيرة كما تفضلت ويبدو لي أنه في حال أن الإنسان ما كان عنده وقاية أو رادع أعتقد أنه سيقع في الاكتئاب لا محالة يا رجاء قبل أسبوعين وقال أسحابي جاء الطفل الصغير يعني عطم عمره منذ ثمان سنوات سنة سنة ملي رجل هذا الطفل بالكاد يفهم أكتئاب نفسي أرمي شنساء حزين يبكي زعلام الضيق وجهه مكشل إيش بك أبوه إيش ما حاصل معك إن الأب والأم في مشاكل بينهم في البيت وخلافاتهم قدامه الطفل هذا في كل ما يشوفه الأب يضرب أمه إن شاء الله زي كده يموت مسكين تأثث عنه عنده خوف قلق دخل في موضة الأكتئاب هذا جدبه هذا الأكتئاب لا أعترف لك في أي عمر حتى الطفل هو الطفل تأثر يعني والله أقول لك قصة يعني واحد في العيادة قبل فترة يعني عرفت رجل ما شاء الله تبارك الله عليه رجل يعني ضابط كبير وعنده ما شاء الله بيت وعنده بيته كبير ومأزرع وعنده حياة يعني حلوة أطفاله أبلاده في أحسن مدارس وحياة اجتماعية وفلوس والحمد لله كل شيء مرتاح جميل يجي يقول لك كل شيء أنا عندي موجود كل شيء مبسوط أسافر أروح أجيب ما أنا مستمتع أحسي أخي بتعاسي وكثير من الناس تريعاني من هذا الشيء دكتور وهذا اللي كنت سأتطرق له أنه عنده فلوس مرتاح أموره طيبة كلها لم يفقد أحد بينما عنده اكتئاب وممكن هذه القصة يعني نكمل فيها فلما تلجع حالته طيب إيش اللي مستمتع الاكتئاب طبعا نرجع لهم في العاجل نفسي نرجع شيء اسمه الماضي نرجع الماضي شوي نشوف أنه فعلا ماضي وعلى كلامه كان أبوه صغير كان قاسي عليهم كان أبوه الله يعزك يأخذوه إذا سوه شيء غلط يحبسوه في مزرعة أو الحظيرة كان عندهم بقر يحبسوه بالحظيرة ودخليه باليوم باليومية هذا أيام محبوس مربوط العقد الطفولية عنده العقد حق الماضي هذه ما زادت محفورة في رأسه عقد الباطن هذا جمع جدا وصل إلى مرحلة أنه كان يدي على أبوه يعني أبوه توفى الله أبوه على كلامونه توفى الله يرحمه لكن يدي عليه سبب الشيء اللي حصل معه عشان كذا الرجل هذا فاقد مدعد كل شيء في الحياة نشوف حالته من شخص حالته نشوف الماضي هو المسؤول أنا اللي هو وصله حاليا ظروف خارجية أحيانا عشان كذا التلبية التنشئة لا دخلي يا أخي أثر في نفسية ابنك من يوم النصير لا دخلي شوف مشاكل كوم ما لا علاقة يشوف مش بينك وبين زوجاتك يا أخي عامله بأدب عامله بإحترام عامله بثقة عامله عشان لا ينشى عنده عقد نفسية بكذا كبر يعني حرامي أخي يخسر حياته تريد بعض الناس يطلحون لقد الله في أشياء خاطئة كمخدرات لقد الله يعني عشان ينسى الأشياء الحدث في الماضي أو يطلع من دوامة الاكتئاب وصل لمرحلة سيئة جدا ليش؟ إنه في عقد موجودة العقل الباطن هذا تريد يخزن كل شيء ما زال محتقظ فيها